في هذا العرض أريد أن أعرفكم على بعض المصطلحات بخصوص الأنواع الأساسية للزوايا وهذه المصطلحات التي أود تقديمها لكم هي الزوايا الحادة الزوايا القائمة والزوايا المنفرجة حسنا أعتقد أنه إنما أقوم بشرحها ستفسر نفسها بنفسها الزاوية الحادة هي الزاوية دعوني أرسمهم أولاً ومن ثم ربما ستبدأ في أن تكون منطقية إذن الزاوية الحادة ستبدو شيئاً كهذا أقوم برسم شعاعين ينطلقان من نقطة معينة إذن الزاوية الحادة هي هذه الزاوية الموجودة هنا يمكنني أيضاً أن أرسم زاوية حادة ربما تتكون من تقاطع خطان إذن هذه الزاوية ستكون حادة بالإضافة إلى هذه كلاهما زوايا حادة وسنرى زوايا حادة تبدو في الحقيقة لم أكن بتعريف الزوايا القائمة بعد ولكنها ستبدو أضيق إذن سنرى أنها أصغر من الزوايا القائمة تكون الزوايا قائمة عندما تكون الأشعة أو الخطوط تبدو أعتقد أنني لا أريد أن أستخدم كلمة قائمة هنا في تعريفي إنها نوعاً ما تعبر عن اتجاه أفقي والآخر يكون عام دي إذن دعوني أرسمها إذن الزاوية القائمة تنتقل الأشعة من اليسار إلى اليمين وينتقل الشعاع الآخر من الأسفل إلى الأعلى هذه الزاوية الموجودة هنا هي زاوية قائمة ويمكنني أن أسميها كذلك لكن كزاوية قائمة يجب الاتفاق العام لتسميتها زاوية قائمة هذا نصف مربع صغير هنا هذا يوضح لي بأنها زاوية قائمة إذا كان الشعاع الأول يتجه من اليسار إلى اليمين والشعاع الآخر سيتجه مباشرة من الأسفل إلى الأعلى حيث لا توجد طريقة محددة لتعريفها ولكن أعتقد أن أفضل طريقة لتفكير في الموضوع لما سميت قائمة هي لأن هذا الشعاع قائما تماما مقارنة بهذا الشعاع تعوني أرسم باستخدام الخطوط إذا كان لدي خط واحد كهذا ولدي خط آخر كهذا زاوية قائمة ستكون هنا في الواقع فإن جميع هذه ستكون زاوية قائمة هذا يعني أن هذا الخط أو لنقل إذا كان هذا الخط يمثل سطح الأرض فهذا الخط قائم تماما نسبة إلى هذا الخط إذن أي منهما هذا ما تعنيه الزاوية القائمة والآن وقد قمنا بتعريف الزاوية القائمة سيكون بإمكاني أن أعطيكم تعريفا للزاوية الحادة إذن الزاوية الحادة يكون قياسها أقل من أو أصغر من الزاوية القائمة لقد تعلمتم عن الزاوية النصف قطرية والدراجات وهي عبارة عن طرق مختلفة لقياس الزاوية وكما ترى فإن هذه الزاوية يكون قياسها تسعين درجة وهذه أقل من تسعين درجة أقل من تسعين درجة وطريق التصور هذا هي أن هذه الزاوية فتحتها الصغر وأكثر ديقا وخطوطها متقاربة سيكون عليك أن تدير خطا واحدا قليلا حتى تحصل على الخط الآخر ثم ستكون هنا سيكون عليك أن تحرك كل هذه المسافة هنا عليك فقط أن تحرك مسافة قليلة إذن الزاوية الحد أقل من الزاوية القائمة والآن يمكنك أن تتخيل بالضبط ما هي الزاوية المنفرجة إنها أكبر من الزاوية القائمة إذن دعوني أرسم مجموعة أمثلة على الزاوية المنفرجة إذن الزاوية المنفرجة دعوني أوضحها قليلا إنها تبدو كهذا فإذا كانت زاوية قائمة بالتالي هذا الخط المتقطع سيكون قائما تماما نسبة إلى هذا لكننا لا نرى هذا هنا هذا الشرع البرتقالي الموجود هنا مفتوح بشكل أوسع إنه مفتوح بشكل أوسع إذن هذه منفرجة هذه منفرجة ويأتي هذا من المصطلح العام الحد تعني دقيقة جدا أو حساسة جدا والمنفرجة تعني ليست حادة حسناً يمكنك أن تتخيل أن هذه تبدو كنقطة حادة أو أنها غير مفتوحة كثيراً لذلك ربما هي حساسة أكثر بالنسبة للأشياء الأخرى لا أعلم إنني فقط أحاول إيجاد روابط هذه أقل حساسية إنها بأكملها كبيرة لا مفتوحة لا يمكنها ملاحظة الأشياء الصغيرة وربما أن هذا ليس وجه التشابه الصحيح لكن طريقة للتفكير بها هو أنها مفتوحة بشكل أوسع وأنها أكبر من الزاوية القائمة أي أكبر من 90 درجة إذا قمت بقياسها سيكون عليك أن تدير هذا الشعاع أكثر لتصل إلى الشعاع الآخر مما كنت إذا كنت في الزاوية القائمة أو زاوية الحادة إذا أردت أن أرسم خطوط متقاطعة أي من الزاوية تعتبر منفرجة وأيها حادة حسنا الطريقة التي قمت برسم بها هاتا هنا هما زاوية حادة ومن ثم هذه ستكون منفرجة إذا هذه وهذه أيضا كلهما زاوية منفرجة وقد قمت برسمهما كذلك هذه وهذه تكونان منفرجتان إذا الفكرة بسيطة جدا إذا كان خط أو شعاع نسبة إلى الآخر قائما ومتجها من اليمين إلى اليسار وآخر من الأعلى إلى الأسفل بالتالي ستكون الزاوية قائمة وإذا كان قريبين من بعضهما البعض إذا علينا أن نديرهما بشكل أقل فستكون الزاوية حادة وإذا أدرناهما بشكل أكبر فتكون الزاوية منفرجة وأعتقد أنكم إذا تأملتموهم بصريا سيكون من السهل عليكم تحديدهم ترجمة نانسي قنقر